كان فقيهاً متبحراً واسع المعرفة بالمذهب الحنفي ودقائقه حصل على إجازة في الإفتاء في الرابعة عشر من عمره له قرابة ثلاثمائة كتاب في الفقه كلها تدل على عبقريته ودهائه وغزارة علمه وسعة معرفته حصل الإمام أحمد رضا خان الهندي رحمه الله تعالى على إجازة في الإفتاء في الرابعة عشر من عمره كما سمعنا ذلك في حلقة السابقة فكانت مدة عمله في الإفتاء أكثر من خمسين سنة وكان رحمه الله تعالى فقيهاً متبحراً واسع المعرفة بالمذهب الحنفي ودقائقه وله قرابة ثلاثمائة كتاب في الفقه كلها تدل على عبقريته ودهائه وغزارة علمه وسعة معرفته والطلاعه منها كتاب جد الممتار على رد المحتار المعروف بحاشية ابن عابدين في سبع مجلدات وهذا الكتاب من مآثره التاريخية العظيمة ومن درال الفقه الغالية التي يفتخر بها الفقه الإسلامي فإنه لم يظهر كتاب في توضيح وشرح رد المحتار مثل هذا الكتاب حتى الآن أما أعظم كتبه فهو مجموعة فتاواه المسمى بالعطايا النبوية في الفتاوى الرضوية تشتمل هذه المجموعة على 33 مجلدة وتعتبر موسوعة ضخمة في الفقه الإسلامي ودائرة علوم ومعارف من نظر فيها يتعجب من بصيرة الإمام الفقهية ودقة نظره وبحثه وتحقيقه وهذا ما شهد به كبار العلماء في رياسة الإمام أحمد رضا ولا يضاهيه أحد من المفتين في إصدار مثل هذا القدر الهائل من الفتاوى باللغة الأردية والعربية لأن هذه المجموعة القيمة تحتوي على 22 ألف صفحة تقريبا والتي تشمن في طياتها الإجابة على 6847 سؤالا وتتضمن 206 رسائل في توضيح وشرح الآلاف من المسائل هذا عدا عن تلك الفتاوى التي أصدرها الإمام رحمه الله في العشر الأولى من سنوات إفتائه والتي لم يكن جماعها في سفر فتاواه القيمة ومن أراد أن يطلع على براعة الإمام وعلو كعبه في الإفتاء فليطالع فتاواه ولا يتمالك نفسه إلا وسيتأثر به فإن الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى طرح النقاط المهمة في فتاواه بطريقة يندهش لها العقل في إدراك غزارة علمه ولذلك لما اطلع العلامة الجليل السيد الشيخ إسماعيل خليل أمين مكتبة الحرم المكي رحمه الله على بعض أوراق للفتاوى أرضوية قال بلسانه وقلبه والله أقول والحق أقول إنه لو رآها أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى لقرت بها عينه ولجعل مؤلفها من جملة الأصحاب رحم الله تعالى هذا العالم الجليل ونفعنا بعلومه وبركاته ترجمة نانسي قنقر